هل من حقها أن تطلب الطلاق؟ وهأقول لكم على حاجة مهمة قبل ما هي تطلب الطلاق والكلام ده ممكن يضحك عليها ويقول لها تعالي نشوف علشان نتعلم يا السلام وهل هذا أمر يتعلم؟ زي ما كانوا زمان بيناقشوا أن احنا ندرد ثقافة جنسية داخل المدارس عشان ندرد ثقافة إيه قلة الحياة دي؟ إيه عدم التربية ده؟ ليه هو كان اللي كان بيتكلم من كم سنة ده؟ كان بابا هتعلم ثقافة؟ كانت ممت تعلمت ثقافة؟ كان جده أو جديته تعلم ثقافة؟ ولا هو هذا الأمر فطري لا يحتاج إلى ثقافة؟ الثقافة أنك تخلب بيها خلاص هتخلب بيها و هتعرف تعمل إيه خلص الموضوع لم يحتاج دراسة ولا محتاج دراية ولا محتاج تعليمة إنما تقول لزوجتك أو يقول لك أنا أشاهد هذه الأفلام للضرورة عشان هي مش مكفياني لا يجوز أو إن هي تقول لك أنا هشاهد الأفلام عشان هي مش مكفين لا يجوز طبعا لا يجوز أو أتفكر إنك تعالج الخطأ بخطأ أو تعالجه داءا بداء ده مرض تعالجه بمرض ما ينفعش طارق ابن سويد أحد صحابة النبي ومسالته النبي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها بيقول له أنا يعني بحتاج إن أنا يعني بتنفع زيالي يقول لك إيه أنا بأشربها عشان عندي الكلة تعبان أو عشان هي يعني بتريحني بيتحك على نفسه فالمهم سيدنا طارق بيقول لي سألت النبي عن الخمر فنهاه أن يصنعها فقال إنما طارق بيقول لي فإنما أصنعها للدواء أنا بتدوى بيها بتشفيني بتريحني ده بالخمر قال إنه ليس بدواء ولكنه داء يبقى أنت تشوف أفلام علشان تتعلم أو تشوف أفلام علشان ضرورة أو أنه أصلاً مش محد مكفيني لا روح أتجاوز وقل لها أنت مش مكفياني أنا هروح أتجاوز أو أنه يتحاول أنه يتطور من نفسها علشان تكفيك أو أنت تتحمل يعني في بعض المشكلات كي يقول لك هو يريد العلاقة كل يوم وهي لا تطيق كل يوم ما تراعي ده رعي كل يومين كل تلتة حسب تقتها وانت لو عاوز بقى تعيش في استقرار وعاوز مثلاً يعني تبقى حياتك فيها شيء من العقلانية خلاص يعني نتعاون حتى نتفق على شيء لأنه نخلي بالك لو هي اللي شهوتها أعلى منك وانت رجل مش بتوفدها هل هي تقول لك طلقنا أو أنا عايزة تجاوز قص الأمر من زاوية أخرى خلاص تضحكون عليك وعلى المساكين الذين هم مثلك إذا كنت تصدق هذا إذا كنت بتحترب أنت اللي بتضحك على نفسك تضحك على نفسك تضحك على نفسك